السلام عليكم ورحمة الله سأتحدث في هذه الحلقة عن نظرية التطور الداروينية وكيف جرب البعض إجراء محاكاة على الكمبيوترات سواء باستخدام الذكاء الاصطناعي أو حتى بدونه لمحاولة تقليد التصور الموجود لدى علماء الطبيعة عن التطور الهدف منه إثبات أن التطور صحيح أو فهم كيف يحدث فسوف أعلق تحديدا على هذه التجارب ونرى هل هي أصلا تجارب صحيحة هل أقيمت على منطلقات صحيحة تحاكي فعلا نشأة الحياة ثم ارتقائها حتى نقول بعدها أنه فعلا التطور صحيح سأعلق في هذه الحلقة على فيديوهين وجدتهم على اليوتيوب الأول عمره ثلاث سنوات أنتجته شركة أوبين اي آي نفسها التي تنتج برنامج تشات جي بي تي المعروف كلنا نعرفه الشركة طبعا اشترتها مايكروسوفت وكما نعرف أيضا أوبين اي آي الآن من أهم شركات العالم في إنتاج برامج الذكاء الاصطناعي فهذه التجربة أنتجتها هذه الشركة وأقيمت على أساسها أوراق علمية لإثبات أن التطور صحيح لذلك سنرى الآن مقاطع من هذا الفيديو نعلق عليه بشكل سريع كما نرى الآن هذا المشهد الأول نرى فيه بداية التجربة هنا باختصار التجربة تقول أن صانعي التجربة وضعوا قباعد فيها شخصين سموهم سيكرز أو الباحثين وشخصين آخرين هم الهايدرز لهم يختبئون وممكن العدد يتغير يعني المهم باللون الأزرق هو الشخص الذي يختبئ والأحمر الذي يريد أن يبحث عن الشخص المختبئ ومن القواعد أيضا يحق لهم استخدام هذه الأشياء الموجودة لديهم فالأشياء التي يستخدمونها يعني وضع خاصية بحيث لا تتحرك أو لا يستطيع أحد أن يحركها والأهم من ذلك أيضا أن الأشخاص للونهم أزرق لهم الأولوية في التحرك في البداية حتى يصنعوا لأنفسهم وضع الحماية ثم يسمح للباحث اللي باللون الأحمر أنه يبدأ بالتحرك حتى يجده ويعثر عليه وصانعوا التجربة تركوا هذه الأشياء تتحرك بناء على القواعد التي وضعوها هم لهم بحيث يتحركوا بعدد لا نهاء من الحركات والتجارب وإعادة التجربة مرة بعد مرة وطبعا بما أنه ذكاء اصطناعي فهو يتعلم يعني بعد كل تجربة هذه الخوارزميات لديها خاصية التعلم وبناء قواعد جديدة بحيث يتعلم نفسها بنفسي هذه أهم قواعد ومزايا طبعا الذكاء الاصطناعي إذن نرى في البداية هنا تعلموا في البداية إقفال الباب الذي يدخل منه الشخص الأحمر ونرجحوا بالفعل بعدما أغلقوا بالصناديق الباب ووضعوا خاصية الإقفال بحيث أنه الإحمر ما يستطيع أن يحركها الآن لما أيضا التجربة فيها بابين تعلموا أيضا أن يغلقوا البابين ويضعوا خاصية الإقفال على الصناديق بحيث أنه الشخص الأحمر لم يستطيع الدخول أنا أخفيت الصوت بالمناسبة حتى نختصر المعلق الصوتي يقول أنه بعد عشر ملايين تجربة تخيلوا رقم عشر ملايين مرة من المحاولات تعلم الشخصين باللون الأحمر أن يستعملوا هذا الشكل المثلث الموجود خارج الغرفة استعملوا على أنه منحدر يعني رامب بحيث صاروا قادرين على أن يصعدوا عليه ويصلوا إلى الغرفة ويقبضوا على الأشخاص باللون الأزرق بعد ملايين من المحاولات أيضا تعلم الذين باللون الأزرق أن يسرقوا هذا المنحدر في الوقت اللي بيكون في الذين باللون الأحمر عاجزين عن الحركة فاللي باللون الأزرق يأخذوا هذا المنحدر ويحبسوا عندهم في الغرفة ثم يغلقوا الأبواب ويقفلوا الصناديق وهكذا يستطيعون الاختباء الآن طور المهندسون التجربة ولم يجعلوها في غرفة ولكن هناك حواجز متفرقة فيقول أيضا بعد ملايين المحاولات تعلم الذين باللون الأزرق أن يحبسوا أنفسهم داخل هذه الحواجز بأن صنعوا لأنفسهم غرفة منها وأقفلوها أيضا ثم يقول حدث شيء عجيب وهو أنه اللي باللون الأحمر ابتكر طريقة لركوب الأمواج كما سماها يعني يركب على صندوق ويمشي به هو نفسه ويقول أن هذا حدث لأنهم لم يضعوا في قوانين اللعبة أن هذا ممنوع فهو وجده مسموح فابتكر هذه الطريقة وصعد بهذا فوق الحاجز ووصل إلى الأشخاص باللون الأزرق فهنا إذن يعتبروا أن هذا خرق للقواعد وهذا إبداع ابتكرته هذه الخوارزميات يقول أيضا في تجربة أخرى تعلم أحد الأشخاص الحمر السيكرز أن يطير وأن يبتكر طريقة للطيران واستطاع من خلالها أيضا أن يصل إلى الأشخاص الزرق وهذا أيضا الابتكار لقواعد الفيزياء ولكن المهم هنا كما يقول أن وضعي اللعبة لم يضعوا أصلا قيود في ذلك يعني سواء اللي باللون الأحمر أو الزرق كل ما يفعلونه هو أصلا ممكن ممكن ضمن القواعد التي وضعها مبرمج اللعبة من البداية إذن المهم في كل الموضوع أن هناك قواعد فإذن حتى لو كان هناك ذكاء إصطناعي هنا يبتكر طرق جديدة أنت لم تضعها له لكن المهم أنك أنت لم تمنعه عنها ولم تقول أن ابتكار ذلك ممنوع وغير ممكن فهو ما زال يتحرك في دائرة الممكن ويتعلم ضمن القواعد التي أنت وضعتها له فأنا هنا لا أرى أي معجزة في الموضوع والأهم من ذلك ليس هناك أي إثبات هنا لقضية نشوء الحياة ثم تطور الحياة لاحظ هنا المنطلق الإيديولوجي الذي نراه في هذا المشهد النهائي هنا يقول أن هذه قواعد بسيطة ولكن هذا مثال يمكن من خلاله أن نفهم كيف الحياة نشأت على هذه الأرض وتطورت لاحظ الإيديولوجيا ولاحظ التضليل الكبير هم يعترفون من أول جملة في الفيلم أنهم وضعوا قواعد هناك rules وهناك agents اللي هم هؤلاء الأشخاص فأنت وضعت قواعد واخترت أشخاص لديهم قدر من الذكاء أنت من صنعت له هذا الذكاء أصلا ثم قلت له أيضا هناك خواص يمكنك استخدامها مثل التحرك وتحريك الأشياء وإقفال الأشياء مثل الصناديق وإلى آخره فأنت تضع قواعد وتطلب من الأول أن يختبئ ومن الثاني أن يبحث فما صار في تبادل أدوار مثلا وما وجدنا كل واحد جالس في مكانه لا كل واحد عنده هدف ويتحرك بناء عليه فإذن هذه القواعد من الذي وضعها هناك واضع لها هناك بين قوسين صانع وبين قوسين خالق هذه الأشياء لم تنشأ بالصدفة لوحدها فلو أردت أن تحاكي التطور فعلا ضع لي جمادات وبدون قواعد ثم أثبت لي أنها ستتحرك أصلا بدون أن تعطيها هذه الميزة وهذه القدرة وبدون أن تحدد لها أدوارا وأن تقول لها هدفك هو الإختباء أو البحث مثلا أو الحياة أو الاستمرار أو التكاثر كما هو حال الكائنات الحية التي نعرفها فهذا أمر عجيب فعلا عند كل الملحدين كيف يتغافلون عن هذه القواعد الأساسية التي هم وضعوها في البداية وافترضوا أنها موجودة في كل الكائنات الحية من بدايتها فلماذا الأحجار والجبال والجمادات التي نراها في الطبيعة لماذا هي نفسها لم تتطور وتكتسب الحياة لماذا التطور صار موجود بعد أن وجدت الحياة في الكائنات الحية الدقيقة الأولى البسيطة البدائية إذن كان هناك حياة وهدف لهذه الحياة وهو الاستمرار والبقاء والتكاثر ثم حدث التطور وهذا أمر نتفاوض عليه لاحقا إذا كان ممكن أو لا لكن أثبت لي من البداية وجود هذه الحياة ووجود شروط لها وأهداف نهائية وهي الاستمرار والبقاء والتكاثر هذا كل ما في أي بحث عنه وكل محاولات إثبات وجوده كلها باءت بالفشل والطريف أيضا أنهم يقولون هناك ملايين المحاولات حتى وصل كل واحد منهم لهذا الهدف وهو هدف موجود أصلا من البداية صانع اللعبة اخترع هذا الهدف وطلب من هؤلاء العملاء أن يصلوا إليه ثم ترك لهم الفرصة فبعد عشر ملايين محاولة ووصلوا إليه ولاحظوا أن هناك ذكاء أيضا إن هناك إمكانية للتعلم هذا هو الذكاء الاصطناعي فالذكاء أيضا هناك وجود مسبق له وإمكانية البناء عليه أيضا من الذي أوجد هذا الذكاء ومن الذي سمح بخاصية البناء عليه بحيث أن أتعلم من كل تجربة فلا أقع في الخطأ مرة أخرى بل أتعلم ويتراكم التعلم عندي حتى أصل إلى ما أريد وهكذا يحدث التطور وهو الانتقال من حالة دنيا إلى حالة أعلى إلى شروط حياة أفضل إذن مرة أخرى هناك قواعد هناك حياة نشأت من لا حياة هناك هدف موضوع وأنا أسعى إليه هذا كل لا تجد له أي جواب ولا أي تفسير في نظرية التطور ولا في أي شيء له على قبل إلحاد والطريف أيضا الخوارزميات التي تحدثوا عنها هي خوارزميات التشغيل الذاتي كما قال أيضا المعلق سلف بلاي كما تسمى هذه مستوحى من الكائنات الحية موجودة في الطبيعة أصلا فأنت تحاكي الطبيعة التي تفترض أنها تطورت ثم تحاول إقناعي أن هذه الطبيعة التي تحاكيها نشأت بناء على هذا التقليد الذي أنت تقوم به والأهم من كل ما سبق أيضا أن العنصر الأساسي في الحياة وفي أي خلية حية هي المعلومات المعلومات الموجودة والمبرمجة في هذه الكائنات وفي كل خلية على حدة وهذا باعتراف البيولوجيين أيضا فما في حياة بدون حمض نووي والحمض النووي محمل بمعلومات مثل برامج الكمبيوتر وتحديدا هنا نتحدث عن المعلومات المعقدة والمحددة كما تسمى complex and specified information هذه تشبه تماما البرنامج الذي وضعه هذا المصمم وهذا المبرمج في الذكاء الاصطناعي ثم قال له تفضل وانطلق وتعلم بنفسك وأرنا كيف ستصل إلى الهدف الذي أنا قلت لك من البداية أن تصل إليه فهذا كله لا ينشأ بالصدفة ولا ينشأ لوحده أيضا ولابد من واضع حكيم ومدبر ومريد وذكي وضعه من البداية ووضع الشروط المناسبة والموائمة له لكي يتطور ننتقل الآن أيضا إلى المقطع الثاني وجدته أيضا على اليوتيوب في قناة علمية ويتحدث أيضا عن محاكاة التطور ويستشهد بعدة أمثلة لألعاب محاكاة وبعضها ألعاب موجودة يمكن أيضا أن تلعب بها على مواقع الإنترنت وبعضها كانت تجارب علمية وضعها أيضا علماء قبل عقود البداية بلعبة اسمها Life الحياة هي تجربة علمية وضعها عالم الرياضيات بريطاني في عام 1970 اسمه Conway وتسمى Conway's Game ووضع لها قواعد كما يقول هنا المعلق وهي أن أمامك شبكة كبيرة من الفراغات يمكنك أن تضع في كل فراغ خلية سل أو بيكسل يعني وتقول لها في القواعد التي أنت وضعتها من البداية أنه يمكنها التكاثر إذا كان بجوارها خلايا كافية وأنها ستموت إذا كان عدد الخلايا المجاورة لها مزدحم أو كانت وحيدة كل الفراغات المحيطة بها فارغة وهنا يقول هنا حدث الأمر المدهش وهو أنه بعد أن تركها تتفاعل بنفسها بدأت تظهر أنماطا تشبه أنماط الحياة التي نعرفها ووضع هنا هذا المثال الذي نراه لتكاثر الخلايا تحت المجهر ويقول هنا بوضوح أن أنماط الحياة تشكلت بشكل يشعرنا أن هذه اللعبة حية لكن ينسى تماما وجود شخص اسم كونوي هو الذي أعطاها الحياة من البداية وهو أصلا أعطاها قواعد وجود هذه الحياة فالعجيب أن هؤلاء يأخذون دور الإله بين القوسين ثم يندهشون عندما يجدون هذه المخلوقات التي هم برمجوها وصنعوها أنها تأخذ شكل الحياة ينسى وجوده تماما سبحان الله هذا فقط عندما يتعلق الأمر بوجود إله خالق لكنه لا يقول لك مثلا أنه صنع برنامج بدون أي قواعد ووضع فيه بيكسلات ليس لديها أي خاصية للتكاثر ولم يضع لها أي هدف ولم يطلب منها أي شيء ثم تكاثرت لوحدها ووضعت لنفسها هدفا وبدأت تسعى إليه هذا أصلا ما فكروا فيه ننتقل الآن أيضا في نفس الفيديو إلى تجربة أخرى أيضا يقول أنه وضعها يوتيوبر اسمه وهي أيضا لمحاكاة الانتقاء الطبيعي وهو أيضا بنفس الطريقة يعطي لكل خلية وظيفة فيعني وضع قواعد وبالنهاية يقول حدث توازن طبيعي بين هذه الكائنات التي تشبه الخلايا التي تتكاثر تحت المجهر أنا بكل صراحة هنا لو كنت مجردا من كل إديولوجيا وسمعت هذه التجربة سأعتبرها إثباتا لوجود الخالق وليس العكس أنت تقول لي هناك من وضع هذا البرنامج ووضع له قواعد ثم قال له تفضل وانطلق فانطلق وشكل بالفعل لهذه النماذج الحية إذن هذا الدليل على وجود خالق وليس العكس نكمل الآن مع تجربة أخرى يقول أن هذه لعبة اسمها Evolve Pedal وهي من شركة اسمها Evolve Games وهي أنتجت لمحاكاة الحركة يقول كل التجارب التي أقيمت في هذه اللعبة كانت على أساس قواعد يعني هناك قاعدة وضعها وهي أن يستمر الجسم بالمشي إلى الأمام هناك قاعدة يجب على هذا الشكل الذي يشبه الإنسان أن يمشي إلى الأمام أنت تطلب منه أن يسعى لتحقيق هذا الهدف وليس أن يبقى ساكنا ولا يمشي إلى الخلف ولا يتحرك بشكل عشوائي بل يسير إلى الأمام إذن هناك هدف ثم يقول كل التجارب لم تنجح ومع ذلك المعلق في الفيديو يقول أن هذا يثبت أن التطور عظيم ومجيد يقول هكذا حرفيا تطور مجيد يعني مع أن هذا التطور في المحاكاة فشل هنا لكن التطور الحقيقي في الحياة بعدما نرى هنا أيضا لقطات طبيعية لإنسان يتحرك وحصان يتحرك بشكل جميل فإذن التطور الحقيقي مجيد وعظيم ونمجيده ونبجله كأنه إله فعلا لكن التطور في المحاكاة فشل فبدلا من أن يثبت هذا أن هناك خالق مجيد فعلا لا نحن نقول فقط هناك تطور مجيد في الواقع الحقيقي لا أدري هل هناك مثال أكثر وضوحا من هذا على وقاحة الإلحاد وعلى جنونه وعلى لا منطقيته وعلى أنه مؤدلج من البداية هناك هدف يريد أن يصل إليه بكل الوسائل حتى لو المحاكاة التي يريد أن يصل منها إلى الهدف فشلت والأسوأ من هذا أيضا أنهم لم يتحدثوا أيضا عن العظام كيف فيها مفاصل ومربوطة بعضلات وأربطة وكل واحد منها لها وظيفة وكلها تعمل بشكل واحد لإعطاء الإنسان التوازن أيضا بحيث لا يختل توازن عند الحركة فنحن من خلال رؤيتنا لكل الكائنات الحية بما فيها الأبسط منها فنحن أيضا من خلال ملاحظاتنا لكل الكائنات الحية وليس فقط الإنسان المعقد والثديات هناك الآن ما زال يعيش معنا في هذا العصر كائنات بسيطة وحيدة الخلية كلها لديها هدف وتصل إليه بشكل مثالي كلها لديها أنماط معقدة جدا من الحياة وكلها تصل إلى التكاثر والطعام والشراب وبقية الحاجات الأساسية وحتى غير الأساسية كلها تصل إليها بشكل مثالي مع التنوع الكبير فيما بينها بمعنى لا تجد أي كأنحي الآن تظهر عليه أنه ما زال في مرحلة ما من التطور وأنه ما زال أمامه مرحلة يتعلم فيها حتى يصل إلى شيء مثالي لم يصل إليه بعد كله يمشي بشكل سليم أو يطير أو يسبح بشكل سليم ونفس الشيء أيضا على الأكل والشرب والتكاثر وغيره بل هناك ما هو أعقد من مثلا مهارات التخفي عن الكائنات المفترسة أو ابتكار أنماط عجيبة من إغراء كائنات أخرى حتى تساعده في التكاثر مثل الأزهار التي تتلون وتنتج أشكالا عجيبة ومغرية للنحل والفراشات حتى تحط عليها وتنقل منها حبوب اللقاح إلى أماكن أخرى وامثلة كثيرة لا تحصى لعجائب الطبيعة وكل التطورين والملحدين يؤمنون بذلك ويتعجبون منه ويقولون هذا هو التطور المجيد وهذه الطبيعة العظيمة لكن كيف حدث هذا؟ وماذا كان قبله من عشوائية؟ هذا ما في أي دليل على وجوده أصلا كل ما نراه معجز وعجيب ومتكامل وليس مرحلة نراها بدائية وما زال الكائن الحية تعلم من أخطائها حتى يطور نفسه نرى أيضا هذا المثال الأخير في نفس هذا الفيديو هذه لعبة اسمها السابلينغ تتحكم فيها أن تلاعب بكل معايير الحياة وتعطي الكائنات ميزات التخفي عن المفترسين وغيرها يعني أنت هنا تضع القواعد بنفسك ثم تتفرج كيف التطور يرتقي من كائن إلى آخر نحن لا ننكر وجود تكيف نعم في الكائنات الحية حسب البيئة والظروف لكن ليس تطور بانتقال من كائن ضعيف إلى كائن قوي أو من فئة أو نوع ضعيف ومنحط مثلا أو أدنى مرتبة إلى ما هو أعلى مرتبة من سمكة إلى برمائيات مثلا هذا ما في الدليل أولا على حدوثه وليست هناك حاجة في الحياة أصلا لحدوثه فلو كانت هناك حاجات نعم سيرتقي هذا الكائن بحيث يكتسب مهارات جديدة أو يكتسب خواص جديدة يتأقلم فيها مع ظروف الحياة لكن لا ينتقل إلى كائن أعلى وأرقى لأن حتى تصنيف الكائنات بين أدنى وأرقى هذا نفسه أيضا ما في أدل عليه من قال أن البرمائيات والطيور أعلى درجة من الأسماك مثلا وكيف نعتبر مثلا أن الحوت الذي يتنفس برئتين أرقى من الأسماك الأخرى التي تتنفس بالخياشين وكلها تعيش في الماء والحوت لم يخرج من الماء ليعيش مع البرمائيات أسئلة لا تنتهي طبعا والأهم من ذلك أن هذه الفيديوهات تثبت لنا أن هناك قواعد وضعها المبرمجون لمحاكاة الحياة التي يعرفونها وليس الابتكار حياة في جمادات أوجدت فيها الحياة من العدم فهذا لا يفكرون فيه أصلا كما رأينا ولا يتحدثون عنه ولا يقتربون منه بل هو السؤال الأكثر إحراجا لهم لذلك كل التطورين تقريبا وكبار الملاحدة في العالم الآن تجدهم لا أدريين يعني عندما يصلون إلى سؤال الحياة والتساؤلات الصعبة التي نطرحها يقولك لا أدري لأن الجواب الذي عندنا هو وجود خالق غيبي في وراء دين وعبادة وأنا لا أستطيع أن أراه فأنا إذن كرجل علم لا أريد أن أقترب من ذلك هذا سؤال يجب عليه رجل الدين والدين نفسه أنا لا يعجبني لماذا؟ لأن الكنيسة فعلت كذا وكذا ولأن الإسلام بين قوسين يضطهد المرأة وإلى آخره ندخل هنا في جدل بيزنطي جدل عن الشريعة نفسها وعن سلوك رجال الدين مثلا وعن أشياء أخرى مالها علاقة بالموضوع لكن وجود خالق مريد لابد من وجوده لإنشاء هذه الحياة من الصفر هذا لا يستطيع الخوض فيه ويتهرب منه بأنه رجل علم ويجب على رجل العلم أن يجد أجوبة من العلم فقط والعلم التجريبي من البداية يجب أن لا يقترب من وجود خالق لا يراه فقط هذا ما يريده فالمنطلقات من البداية منطلقات خاطئة طبعا هناك أيضا ألعاب أخرى تحدث عن هذا الفيديو لكنها تدور كلها عن نفس الموضوع وأنا أكتفي بهذا حتى أختصر أرجو أن تكون الرسالة قد وصلت شكرا لاستماعكم السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة